بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبل يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا صدق التوكل عليك وحقيقة الإيمان بك سألني أحد الأحب هل الأخذ بالأسباب هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل أو أليس الأخذ بالأسباب منافيا للتوكل يعني طالما نحن عم نقول أنه رب العالمين وكيل كل شيء وبييده كل شيء وإليه يرجع كل شيء فليش نحن لنأخذ الأسباب في ناس بيقول لك خلص أنت لو عندك إيمان حقيقي فأنت تتوكل على الله وبتمشي في حياتك الحقيقة يا أحبابنا الحقيقة أن هذا المفهوم الخاطئ سيطر على كثير من أهل الدين يعني ما سيطر على خارج أهل الدين لا سيطر على كثير من المتدينين والمتدينين بعكس مفهوم القرآن الكريم المتدينين بعكس مفهوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالحقيقة أن سقوط عامل الأخذ بالأسباب من التوكل ينهي عملية التوكل ويحولها إلى شغلة سلبية مئة بالمئة وهي التواكل وهي إيش؟ التواكل كان يأتي ناس إلى الحج على زمن سيدنا عمر لا جايبين معا أكل ولا جايبين معا الشرب ولا يقولوا نحن المتوكلون فقال له سيدنا عمر لا أنتم المتوكلون لا تخدعوا حالكم لا تخدعوا حالكم تخدعوا غيركم لذلك يا أحبابنا السعي في الأسباب بالجوارح وطاعة لله عز وجل والتوكل بالقلب هو إيمانون بالله عز وجل ففي سعي بالأسباب وفي توكل بالقلب قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال الآي ستين أعد ما استطعت هيا أحبابنا بدنا نحطها في برواز ونحطها بشغلنا وشركاتنا ومحلاتنا وبيوتنا وكل مراكز حياتنا وأعدوا لهم ما استطعتم شو فيك تعد كل استطعتك كل استطعتك كذلك الأمر يا أحبابنا الله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الجمعة الآية 10 وقال تعالى لسيدتنا مريم البتول وهي في أحرج اللحظات إنسانة شريفة نزيها وهي بحالة المخاض مين رح يصدقها وما صدقوها في فصيل كامل من أهل الكتاب كذبوا لصفة كلها ياتا ومع ذلك ومع ذلك ما أنزلها مائدة أو أنزلها ألا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا مريم 25 فهي الضعيفة الحامل الوالدة اللي بحالة النفاس فلذلك يا أحبابنا الله عز وجل اللساوي اللي بيطلع به حينما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل فأعطاه سيدنا النبي الجملة الذهبية الجملة الذهبية لكل المسلمين اعقلها وتوكل قال والله أخي هون في منطقة في سمق قرش شو قال أخي هاتوكل على الله وأسباح يعني حياك لك القرش يعني شو هالكلام هذا هذا كلام ما هو كلام منطقي والله أنا شايف حناش بيقيته الخمسين زنمي قال ايه رح اتوكل على الله ودعس على دنبه وقدن كمان قبل يعني يعني لو توكلت ولو أدنت هذا محض التواكل يا أحبابنا فلذلك قال له اعقلها عندك عقل عندك حكمة اعقلها وتوكل كذلك الأمر يا أحبابنا حينما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله جربت جمالي ادعو الله لي دعي لي الله يشفيهم دعي لي يجي واحد اللي عندك يقول لك شيخ ادعي لنا أنت نفس موسط هل يعني كأنه عميل لك دعي نفس أنا ما ساوي شي أنت هيك بتكون غلطان أنت هيك بتكون غلطان كامل الغلط قال له جربت جمالي يا رسول أكتر من نبي يدعي يعني يا جماعة أكتر من نبي أنه يكون مستجاب الدعوة أكتر من نبي يكون رب العالمين ومع ذلك قال له جربت جمالي يا رسول الله قال له اجعل مع دعائي قطرانا أنا بدعي لك بس خلي دوى يا رسول الله ادعو الله لأن أكون رفيقك في الجنة قل له أعني على نفسك بكثرة السجود هاي سنة النبي يا أحبابنا وأي كلام آخر هو خروج عن السنة وخروج عن نهج القرآن كائنا من كان متبني أو قائل هذا الكلام للتوكل ثمرات ثمرات في الرزق لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صبح بالغدو بتروح هي بطنة فاضي وبترجع بالمساء وهي بطنة إيش مليانة بس شو قال لك تغدو خماصا ما بتقعد ببيتها ما بتقعد بستنى يجي حوالي من السماء السابعة هذا كلام يا أحبابنا هذا هالكلام الأساطيحي آن الأوان أنه نلغي بقى من مجتمعنا الإسلامي الإسلامي اليوم تغدو خماصا وتروح بطانا شيء الثاني والمهم وهو من ثمرات التوكل على الله عز وجل أن التوكل يقي من الشيطان والشيطان يعني قضية مؤلم الحقيقة في واقعنا الإنسان اليوم الشيطان يصول ويجول ويخطط ويبرمج ويسيطر ويحرك ولو نعرف مدى سيطرته والله لشابت رؤوسنا فلذلك قال تعالى إنه ليس له سلطان على مين؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتبكلون النحل 99 هدول اللي بتوكلوا على رب العالمين؟ ما له عليهم إيش؟ سلطان كذلك يا أحبابنا من ثمرات التوكل أنه يذهب التشاؤم التطير سواء من قول أو فعل في ناس دائما بتلاقي أخي شفت فلان اليوم نهاري كله معكار أول ما صار كل شيء يصير معي بالنهار معكار هذا التشاؤم لا يجوز الحقيقة هذا التشاؤم لا يجوز ولا يكون من إنسان مؤمن حقيقة إيش؟ حقيقة الإيمان فلذلك حذر النبي من ذلك وقال الطيرة شرق ولكن الله يذهبها بالتوكل فهو حديث صحيح رواه الترمزي فإنه الواحد يطير أخي اليوم أنا فاي إنهاري معكار اليوم صبحت بيوش فلان عرفت إنه كل الحالم كركبي اليوم هذا كله يا أحبابنا غير جائز وهو منتشر في مجتمعنا ومنتشر في حياتنا التوكل هو سبيل العزة من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم التوكل يا أحبابنا يعني كفاية وحماية ورعاية أليس الله بكافٍ عبده التوكل هو مفتاح النصر والعزة والفوز بالجنة والذين آمنوا وعمدوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين منهنين قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون للعنكبوت مانا وخمسين وتسعة وخمسين وقال تعالى وما عند الله خير وأبقى لمين للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الشورى ستة وثلاثين وكذلك يا أحبابنا الفوز بمحبة الله عز وجل وأي شيء أعظم من هذا الفوز فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلي القضية الأساسية يا أحبابنا أن التوكل كان أمرا أساسيا في حياة الأنبياء والمرسلين ولو رجعنا إلى سيرة الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم كيف وجدنا أن التوكل كان ديدنهم ومنهجهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سولنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون مثل ما أنه المتوكلين قار بمقام أخذ شهادة التوكل من مدرسة الإيمان وهلأ أصبح هو متوكل وعلى الله فليتوكل المتوكلون إبراهيم الآية 11 و 12 والواقع يا أحبابنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين قام بأعباء الدعوة إلى الله لم يلتفت إلى أعراض المعرضين وتوليهم لم يلتفت إلى إذاء المشركين ومكرون وجمعون وتكاتلون عليه ولم يلتفت إلى تفلت المنافقين وكيدهم ولكن أخذ بأسباب النصر أخذ بأسباب العز أخذ بأسباب التمكين توكل على ربه وثق بوعده اعتمد عليه فكان النصر المبين وكان تحقيق التمكين بالمؤمنين فيروي البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكي وقالوا حسبنا الله ونعم الوكي فالحقيقة يا أحبابنا الحقيقة أن الله عز وجل قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام مخيره مؤعطاه وإندما أمره 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 بأن يتوكل على الله عز وجل فبين في القرآن الكريم في كثير من المواطن وفي كثير من الآيات كيف وجوب التوكل وكيف وجوب الاعتماد على الله عز وجل ويقولون طاعة في سورة النساء فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم هذول الناس اللي ما عندهم مواثيق اللي ما عندهم عهود اللي كل يوم بلون اللي كل يوم كلمة فأعرض عنهم وتوكل على الله أمر يا أحباب وتوكل على الله مو بس هيك وكفى بالله وكيلة لن يكون لك وكيل غير الله ويكفيك إذا الله كان وكيلك والله يكفيك يا أخونا ويا حبيبنا فكذلك الأمر يا أحبابنا في مفاوضاتك مع إذا ناس عادوك إذا ناس كايدوك وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله وتوكل على الله كمان أمر قال ليش قال إنه هو السميع العليم الله هو السميع لكل شيء العليم العليم بكل العليم بكل شيء كذلك الأمر يا أحبابنا قال تعالى في سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون أوعى اتظن أنه أنت لما تتوقع الله غافل عنك أو غافل عن الآخرين حاشا حاشا وكلا وكذلك في سورة الفرقان وتوكل قال على مين قال أنا متوكل على الرئيس البلدية أنا متوكل على الرئيس المغفر أنا متوكل على أقوى إنسان في الأرض على أغنى إنسان في الأرض قال لا لا كل هالوكالات ما بتفيدك وتوكل على الحي الذي لا يموت شو على مين بدنا نتوكل بدنا نتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرة وتوكل على الحي الذي لا يموت الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن هو لكل بني الإنسان من بعده هو لكل واحد فينا قال أنت على شو متوكل؟ قال هذا على مصرياته وهذا على أوته وهذا على زكاة وهذا على شهادته وهذا على لا 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 وتوكل على الحي الذي لا يموت هل للأمة يا أحبابنا اليوم متوكل على الحي الذي لا يموت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكذلك يا أحبابنا الله عز وجل خاطب النبي واخفت جناحك لمن اتباعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في استاجن فشايفك بعبادتك شايفك بسجودك شايفك بحيرتك شايفك بألمك شايفك بمعاناتك قال اتوكل عليه ما في غيره مصدر العزة ومصدر الرحمة وكم نحن اليوم وكم نحن اليوم بحاجة إلى العزة وبحاجة إلى الرحمة قال ما لنا بحاجة والله بحاجة قال شو بابا قال بابا هو التوكل الحقيقي بابا هو التوكل الحقيقي وكذلك يا أحبابنا خاطب الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين لقوله واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى وكفى بالله وكيلا وكذلك خاطب النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكذلك يا أحبابنا الله عز وجل بيّن في هذه الآيات الكثيرة يعني نحن نأتي ببعض النماذج نأتي ببعض الأدلة على هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فهم هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام أدرك معنى حقيقة التوكل وقد تخرج من مدرسة القرآن الكريم من مدرسة وحي السماء أستاذة رب العالمين والوسيط فيها جبريل عليه السلام فكانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بيقولوا علماء النفس اليوم تلاقي القمام قمتين تلتقي مع كانت قمة باتخاذ الأسباب وقمة في التوكل هكذا كانت حياة النبي رحلة الهجرة مثال كانت قمة في التوكل على الله وقمة باتخاذ الأسباب ما ترك قضية ما ترك صغيرة ولا كبيرة مين بدأ جيب الأكل مين بدأ جيب الأخبار مين الصاحب مين الدليل عواض ما يروح باتجاه الشمال راح باتجاه الجنوب كل الأسباب اللي اتخذها وبنفس الوقت إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث هما الله أكبر الله أكبر هذا نبيكم وهذه سنة نبيكم ما ما ترك يعني حالة من الحالات 16 سنة في مكة كانت قمة باتخاذ الأسباب وقمة بالتوكل من دعوة للسرية إلى دعوة بمجتمع مغلق إلى كذا إلى كذا من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة امتسل أمر رب العالمين في كل المواضع غزوة الخندق يا أحبابنا غزوة الخندق النبي شرد وهنين عم بيحفروا الخندق سأل الكل تعان بالأفكار والآراء أخذ الرأي المناسب من سلمان الفارسي المكرم المقبول فقال له قال له بنحفر الخندق فحفروا الخندق النبي غفل لحظة فالتفت على الصحابة كيف بتخلوني إغفال ما في مجال إذا أصرنا شوي تستطيع خيول المشركين أن تخفز فوق الخندق ليه لنهار العمل وبعد ذلك مين مين اللي نصرهم في غزوة الخندق لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده هاي يوم نقوله بصلاة العيد بدنا نقوله بصلاة العيد بدنا نستحضر إيش بدنا نستحضر هذه المعاني يا أحبابنا فكانت كل حياة النبي قمة في التوكل وقمة باتخاذ الأسباب وفي هذا يعني درس ودرس لنا جميعا يا أحبابنا في التوكل وضرورة التوكل إذا خرجت من بيتك اليوم هذا الشيء بيمسك إذا خرجت من بيتك أعطاك النبي هديه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي شو كان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك الأمر يا أحبابنا إذا أويت إلى فراشك فتكون على وضوء وتضجع على شقك الأيمن ثم تقول اللهم أستمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم بك آمنت وبكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مات من ليلته فهو على الفطرة فهو إيش فهو على الفطرة فابننستحضر التوكل في حياتي وكلمة أخيرة كلمة أخيرة الحقيقة والحقيقة أن هذا الأمر يعني أقض مضجعي ويقض مضجع كل واحد فينا يا أحبابنا نحن كبشر سنمر بلحظات شئنا أم أبينا من أقسى ما يكون هي لحظات الموت سنمر بلحظات الله بها عليم هي لحظات القبر سنمر بلحظات ولا ندري كم مدية من الزمن ستكون حياة البرزخ لا ندري مواقف القيامة والله أنت بكل هذه المواقف وأنا وكل واحد فينا بحاجة إلى وكيل نعم مين بيكون وكيلك حتترك الدنيا كلها حتكون بالقبر مين وكيلك بالقبر فكرت بالدنيا بتقول يا أخي بوكل محامي عندي مصار بقبرك شو بدك تساوي قال لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة والله كنا بحاجة لها الوكالة والله والله يا جماعة أقول لكم من كل قلبي وأول ما أقول لنفسي نحن بأمس الحاجة إلى وكالة الله في لحظات النزع نحن بأمس الحاجة إلى هذه الوكالة في قبرنا نحن بأمس الحاجة إلى هذه الوكالة في حياة البرزخ نحن بأمس الحاجة لهذه الوكالة في يعني الحياة الآخرة وفي يوم القيامة لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وكفى بالله وكيلا توكل على الحي القيوم بدك وكيل ما يموت ولا يقول لك والله مريض ولا أخذوه على المستشفى ولا فأي وكالة خير من وكالة الله عز وجل والله يا أحبابنا هذا الموضوع بده وقفي من كل واحد فينا هذا الموضوع بده مراجعة من كل واحد فينا خلينا برمضان نترجى رب العالمين نترجى نتوسل أنه يعطينا الطريق إلى التوكل الحقيقي أن يمن علينا بالمعلم اللي يعلمنا التوكل الحقيقي أن نفهم في القرآن الكريم من الأنبياء والمرسلين وحياتهم التوكل الحقيقي لعل الله يكون وكيلنا ونحن بأمس الحاجة لهذه الوكالة ونحن لا نملك لأنفسنا شيئا يا رب يا رب كن وكيلنا يا الله كن وكيلنا في لحظات النزاء يا رب كن وكيلنا حينما نجسى في قبورنا يا رب كن وكيلنا تحت الأرض وكن وكيلنا فوق الأرض وكن وكيلنا يوم العرض لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا أنت توكلنا عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر